مؤكد مؤكد أن الإرهاق نال من الأهل في شكل الإصابات عشان كده هذه الإصابات وهذا الإرهاق وهذه الأجواء مهمة للي جاي الاتحاد المصري وكورة القدم النهاردة أو وزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي أعلنوا في بيان مواعيد ونظام مباراة الصوبر المصر السعودي سواء ما يتعلق بالأهل والهلال بطلاء الدوري في البلدين الشقيقين أو الزمالك والتحاد جد بطلاء الكاز قال بيان اتحاد الكرة ولعله بيان وزارة الشباب والرياضة الحقيقة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم على مر تاريخهما وانطلاقا من الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الناديان الكبيران الأهلي المصري والهلال السعودي في كل البلدين الشقيقين فقد اتفق الاتحادان المصري والسعودي بمشاركة الناديين الكبيرين وبإشراف وزيري الشباب والرياضة في البلدين المستشار تركي أهل الشيخ ودكتور أشرف صبحي على إقامة مباراة الصوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر بالرياض على كأس الرئيس عفتاح السيسي بين فريقي الأهل والهلال باعتبارهما بطلية دوري في البلدين كما تم خلال النسخ السابقة من البطولة وقال البيان وهقت الاتفاق على الموعد الجديد في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد وتعميقا للعلاقة المتميزة بين الشعبين والبلدين العربيين الكبيرين وتأصيلا للتعاون المشترك بينهما في مجال الشباب والرياضة قال البيان كما تم الاتفاق بين الاتحادين على إقامة مباراة الصوبر المصر السعودي إلى أبطال الكؤوس في مصر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين الناديين الكبيرين وصاحبين الشعبية الجارفة في كل البلدين الزمالك والتحاد جدة باعتبارهما بطلية الكأس في مصر والسعودية ويهم جميع الأطراف ذات الصلة في البلدين الشقيقين التأكيد على أن العلاقة المتميزة التي تجمع بينهم أكبر من التوقف عند موعيد قد لا تتناسب مع ظروف وارتباطات أي منهم ومن المقرر أن تستقبل القاهرة خلال أيام القليلة القادمة وفدا من الاتحاد السعودي لكرة القدم لزيارة الاتحاد المصري وناديي الأهل والزمالك لتوقيع الاتفاق الجديد ترجمة نانسي قنقر